اهلا بيكم يا رب اتكونوا بخير جميعا صبون اكتر من رائع في تنظيف كل حاجة في البيت اجمل حاجة فيه انه هو بدون سودة كوية وبدون زيت وحنبعد تماما عن المكونات الكيميائية اللي احنا بنخاف منها او مش قادرين نوفرها السبع قطع دول وزنه حجم القطع كبيرة يعني ممكن توعد معايا 3 او 4 ايام اجمل حاجة فيه كمان ان احنا مش هتكلف اكتر من 12 جنيه علشان نعمل استيطة قطع دول يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو اول مرة بتشوفوني معكو اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي يحتاج منك اي صبونة بشرة اي نوع انت بتفضلين طبعا صبونة جوي اه زي قبل كده حلوة قوي قوي في التنظيف وسعرها عشرة جنيه بس وزن قطعة الصبونة دي مية وعشرين جرام لو انت قادرة توفري بوائي صبون البشرة اللي موجودة عندك خلاص تمام حنشتغل به حابدة ان انا قبشر قطعة الصبونة صبونة جوي قلتلكو قبل كده ان هي مناسبة جدا جدا لكل وصفات التنظيف آآ لان سعرها كويس وكمان آآ ممكن افكها او احلها يعني بتمانية لتر من المية وبرضا حتكون جودتها كويسة فصبونة جوي صبونة دوش من الصبونتين اللي انا بحب استخدمهم جدا في وصفات التنظيف بتاعتنا انا بشرت الصبونة وياريت ياريت بأكد عليكم ان كل الادوات اللي بيستخدمها في عمل المنظفات ياريت تكون المنظفات بس آآ دلوقتي معايا اللتر من المية مية عادية جدا من الحنفية مش هحتاج مية صخنة لان انا كده كده هاخدها على النار لو دي كانت صبونة آآ غسيل من اللي احنا بنعملها في البيت كان سهل قوي ان انا افكها بمية صخنة او مية مغلية انما صبون البشرة يعني بياخد وقت شوية علشان يفك معايا وانا محتاج ان انا ادوبها تماما حطيت عليها اللتر المية وحبدأ دلوقتي ان انا اخدها على النار اخد يبالك لان صبون البشرة او اي صبون عموما لما بتصيبه على النار بيفور فاحنا هنحاول ان احنا نقلب فيه وهو عمتا مش هياخد وقت طويل او علشان يفك بدليل ان انا لو استخدمت له مية مغلية حيفك معايا برضو ولكن انا اخدته على النار علشان ما ياخدش معايا وقت طويل الموضوع كله هياخد خمس دقيق او سبع دقيق بكتير على النار كل ما المية بتسخن كل ما الصبونة آآ بتبوش معايا زي ما انتم شايفينها كده بأكد عليك تاني ان مش لازم صبونة كاملة تقدري تجمعي بواء الصبون وتعملي الوصة بتاعة النهاردة كل المكونات اللي هنستخدمها انا متأكدة ان هي موجودة في كل بيت الوصفات دي بالاضافة لان هي حلوة جدا وجودتها وموفرة ولكن الميزة اللي فيها ان انتي مش هتحتاجي بقى تجيبي اي حاجة من برة وتتكلفي والكلام ده كله طيب كده خلاص الصبونة دابت معايا بشكل كامل هبدأ بقى ان انا ارفعها من على النار علشان احط عليها بقية المكونات بتاعتنا النهاردة اخدت معايا وقت قدقي على النار زي ما قلتلكم ما كملتش سبع دقايق وكانت الصبونة دابت معايا ينفع برضو ان انتي تحط لها مية مغلية ولكن انا زي ما قلتلكم اه اخدتها على النار اسرع اول مكون معايا وهو الخل اكيد كلنا عارفين قدقيه الخل حلوة قوي قوي في آآ التنظيف ودايما بقول لو احنا هنشتري صبون سيل جاهز من برة لما نيجي نستخدمه نحط كده معلقتين خل في الصبون بينضفوا معايا الموعين حلو جدا جدا تاني حاجة معايا معلقة كبيرة من المسحوق البودر برضو المسحوق البودر بيلمع قوي الاحواض وانا قبل كده كنت عملت شورتس كده عن المسحوق البودر وقلت ان هو لو انا بس اديت رشة صغيرة قوي في الحود او على البتجاز يا دوبك بالسلكة من غير اي منازفات تانية حلاقي الحود بتاعي بيلمع وبقى زي الفل ياريت بس المسحوق البودر اللي تستخدميه يكون غسلات عادية لان مسحوق الاوتوماتيك بيكون فيه انتيفون فبالتالي بيخلي الصبون رغوتها قليلة جدا جدا طيب بعد ما دوبت مسحوق البودر والتلات معالق من الخل معايا معلقة واحدة بس من ملح الطعام ملح الطعام من الحاجات اللي بتدي لزوجة حلوة قوي للصبون وكمان بتنظف معايا عايزك يتركزي دلوقتي في القوام بتاع الصبون بصي اول محطة معلقة الملح قوام الصبون بدأ يختلف ازاي دايما لما بنيجي برضو نعمل الصبون السيل بنحط معلقة ملح يعني بنجيب صبونة من اللي احنا بنعملها اللي بتاعت الغسيل وبنبشرها وبنفكها بالمياه السخنة وبنحط معلقة من الملح بتبصوا تلاقيه القوام تقل معنا والداني لزوجة وشفافية حلوين قوي ولكن خدي بالك عشان الملح لما بيقتر بيفصل رغوة الصبون معايا احتاجت معلقة واحدة بس من ملح الطعام لحد دلوقتي بالنسبة للخل بالنسبة لمعلقة المسحوق البودر بالنسبة لمعلقة الملح طبعا دول متوفرين في كل بيت انا دلوقتي بس اخدت كده حبة من الصبون في كل علبة من العلب اللي انا حعمل فيها او حط فيها الصبون بتاعي ليه عشان انا حبة بس ان الصبون يبقى لونين اصن بقى ما فيش دلعة اكتر من كده طبعا بالنسبة لك الحركة دي ملهاش اي لازمة خالص ولكن انا بحب بشكل الصبونة بتاعتي يكون متدلعة كده ولان انتو كلكم عارفين ان الصبون بالنسبة لي هواية فبتعامل معا كده اكني بتعامل مع الوحة فنية اي نوع قهوة موجود عندك مش لازم سيدة يعني انا البن السيدة ده بتجيبه علشان بعمل بيه صبون القهوة للبشرة فطبعا بفضل البن السيدة عشان يديني مفعول افضل صبون الجليسرين بالقهوة يعني لكن انت بالنسبة لك بن وسط بن فياتح بن بحوج اي نوع بن هناخد منهم علاقة واحدة بس صغيرة بس تكون مليانة على الصبونة بالنسبة للقهوة تقدري كمان تاخدي التفل بتاعها يعني خلاص احنا عملنا القهوة وشربناها التفل بقى اللي هو بيبقى في الفن جال من تحت ده نقدر برضو ان احنا ناخده ونحطه على الصبونة وبرضو هيديني نتيجة ومفعول كويس قوي قوي في التنظيف يعني مفعوله مش هيختلف كتير عن القهوة قبل ما نعملها ببدأ بقى كويس قوي ان انا دوب الصبون مع معلقة القهوة اللي انا حطتها انا دلوقتي بس بحاول اخلي العلبة كلها فيها الصبون الابيض ده عشان لما انزل بالصبون الابيض تكون الجزء الخارجي لونه ابيض ومن جوة لونها بني او اسود كده ها بز ما توقع حركة دلع بس مش اكتر بالنسبة لكحول اللي انا برشه ده علشان خاطر الفققيع اللي انتو شايفينها دي تختفي ده كحول آآ تركيز سبعين حتى لو عند كحول صناعي ينفع برضو لان ده صبون غسيل ملابس وموعين فما فيش مشكلة ان احنا نستخدم لكحول صناعي على عكس طبعا صبون البشرة اللي لازم نستخدم له كحول طبي او الكحول الاسيلي الصبون ده يا جماعة لازم آآ نراعي السرعة واحنا بنعمله ليه لان على ما اجي املأ اخر علبة خالص هتبص تلاقيه الصبون بدأ يتجمد معايا كل الموضوع ان احنا حاطين لتر واحد بس من المية وانا اقلالكم من شؤية ان الصبونة دي بتتفك او بتتحل بتمانية لتر من المية فبالتالي مفيش نص ساعة بزبط وحتلقوها جمدت فخلي بالك راعي السرعة وانتي بتعمليه علشان ما تضطرش ان انت ترجعي تاخديها تاني على النار وتبص تلاقيه تجمد معيكي وتيجي تصبيه مسلا في العلب او في الاوالب انت بصي تلاقيه آآ بقى مكالكع كده ومتعرفش تتعملي بين هم عملوا لي ست علب انا عايز اقولك ان وزن الصبونة دي متن وخمسين جرام آآ تقدري تستخدميها بصوا اهو يا دوبك على ما وصلت الاخر علبة كان خلاص الصبون تجمد معيه من مميزات الصبون ده ان انت بتستغيميه في نفس الوقت اللي انت بتعمليه فيه طيب لو احنا عايزين الصبون ده يبقى سيل مش قطع يبقى حتزود كمية المية بدل مسلا ما احنا حطين آآ لتر واحد اللي احنا ممكن نحط اربعة لتر من المية وعلشان نزود الجودة ممكن نحطه كباية او كبايتين من الصبون السيل عايز ابقى وريكوا الرغبة بتاعته لان ممكن دلوقتي تكون انتوا قلقانين من موضوع الخل ومعلاقة المسحوق البودر ومعلاقة الملح آآ ان تكون رغبته بقت خفيفة ومعلاقة القهوة عايز اقولك ان رغبته جميلة جدا جدا طيب يا اميرة هل آآ ريحة الصبونة مش هتبقى طالعة في الموعين يعني الكبيات والمعالق هل هتبقى ريحة الصبون زهرة فيهم ما تقلقيش احنا حطين تلات معالق من الخل معلقة مسحوق بودر معلقة ملح معلقة من القهوة كل ده هيقصر بنسبة كبيرة طبعا على ريحة الصبونة فبالتاني مش هتبقى باينة في الموعين. الصبون ده لازم تغطوه لان احنا لو ما غطناهوش اولا هتوسخ وسانيا آآ وشه كده هتبصت لو بدأ ان هو يشقق. فلازم تغطي العلبة دي. تغطيها بقى بستريتش تحطي عليها غطى وتحطيهم في كيس وتقفليه كويس. اهم حاجة بس ما تسبيش الصبون مكشوف كده. بالضبط نص ساعة وكان نشف معنا. قومي جربي الوصفة دي دلوقتي حالا واسألوني عن اي حاجة في اي وقت زي ما انت شايفين انا باستخدمه كده زي ما هو وهو في العلبة. آآ السبع قطعة دول ما تكلفهش معنا اكتر من اتناشر تلاتاشر جنيه. الصبونة اصلا سعرها عشرة جنيه. ومع علاقة القهوة بقى ومع علاقة المسحوق البودر ومع علاقة الملح والحاجات دي اعتقدت مش هيتعدوا مثلا التلاتة جنيه. اسألوني عن اي حاجة في اي وقت صبون موفر جدا وهي اعجبكم اقتصادي. بحبكم في الله ومتنسناش بلايك واشتراك في القناة.